في موضوع آخر شهدت أوكرانيا ثاني عملية زرع قلب إصطناعي في التاريخ وأول عملية لمرأة فبعد خمس ساعات في قاعة العمليات خرج الأطباء الأوكرانيون ونضراءهم الألمانيون مبتهجين بنجاح هذه العملية وأصبح بإمكان لودميلة البالغة من العمر ثلاثين عاما أن تنتظر متبرعا العملية التي تبلغ كل فتوى 120 ألف يورو تعتبر الثانية في أوكرانيا بعد تلك التي تمت في شهر يوليو من العام الماضي وفقا لمدير محهد القلب أوكرانيا بوريس تودروف فإن أكثر من مئة أوكراني بحاجة إلى عمليات زرع مماثلة سنويا ومن أجل الزيادة في فرص عيش هؤلاء أكد تودروف على إلزامية برنامج تموي المناسب من الميزانية لهؤلاء